نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي حياكم الله شكرا الله يحييك وبارك فيك وعفيك حسان عدنا والعود أحمد اللهم آمين نرحب بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة ونذكركم بأرقام التواصل التي استظر لكم اتباعنا على الشاشة كما نذكركم أيضا برقم الواتساب الذي سيعرض لكم على الشاشة والذي نتلقى فيه أسئلتكم حيث يجيب عليها الدكتور عبدالله في حلقة الأربعاء من كل أسبوع نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول حدثنا عن كتاب حصلت عليه بعد بحث طويل في معرض من معارض الكتب الحمد لله وصلاة والسلام على سول الله وعلى آله وصحبه أمه و لا أما بعد طبعا القصد من هذا السؤال إثارة أشجان ونوع من التلحف القلبي الذي كان عند عاشق الكتاب ظل يبحث يبحث عنه ثم وجده وكان غاية مناهة يجده في أحد المعارض وجده فعلا نحن نتكلم عن هذا يعني بعض القصص التي مرت والأحداث التي مرت في هذا الباب نبوى الإخوة يحكونها التجارب بحكاية التجارب نعناب نبدأ بالأخ أحمده السابق يقول لكتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغة المرام لأبي عبد الله محمد البعداني بعد يوم كامل من البحث داخل معرض القاهرة للكتاب وجدت آخر نسخة منه و أتذكر أنني في تلك الليلة ما استطعت النوم من شدة سعادتي و فراحي بالكتاب ما شاء الله مع العلم أنه كتاب طبيع حديثا يعني ليس من الكتب القديمة و مثل هذا الكتب بعض الحيانة بعض الناس يتساهل في شرائها يعني يقول لك ما الحاجة إليها ثم تأتيه الحاجة إليها فيضل يبحث يبحث عنها فإما لا يجدها أو أنه يبدو الغالي أثمان ليحصلها من أحد عنده و نسخة زائدة أو شيء من ذلك نعم و هذا نحن ننصح ليخوا دائما الكتاب المفيد قيمته فيه ليس بخسارة عن تحويه ولو لم تكن حاجتك إليه آنية ليكون نظر طالب العلم إلى أبعد من مستواه الحالي من الخطأ ألا يشتري ما يليق بمعرفيته أو حدود المعرفة اللي هو فيها الآن لابد شراء الكتب الأكبر منه مستوى يشجعه على أن يعلو بمستواه ليصل إليها و مدام قيمة الكتاب عالية لست بخسران اجعله عندك موجود إذا وصلت إلى حاجة إليه أو مدى استيعاب ما فيه لن تندم بإذن الله راكان الصياح يقول كتاب الإكليل في استنباط التأويل للسيوطي أبو عمر الكتبي و كذلك هذا طبيع حديثا أبو عمر الكتبي يقول كتاب فتح العلي المالك لعليش تقريبا كذا لعليش هذا أحد علماء المالكية هذا كتاب في الفقه المالكية و عبارة عن فتاوة و نوازل في مجلبة هذا طبيع قديما ثم صور هذا الأخ طالب علم يقول كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح للعلامة محمد عبد السلام المبارك فوري هو من أمتع الشروح ولكن المصنف توفاه الله قبل إتمامه صحيح و الكتاب طبيعة قديمة ثم طبيعة حديثا طبعها ممتاذة متميزة جدا في إحدى الدول بالرياض نعم و يقول أيضا كتاب فضل الرحيم الودود تخريش سنن أبي داود أعان الله الشيخ ياسر آل عيد على إتمامه ففيه نفس المتقدمين و المتأخرين و كلاهما و وجدهم لأحد الإخوة في معرض القاهرة العام الماضي هذا يتوفر كل مرة دار ابن الجولي تنزل في معرض موجود الكتاب نعم أما شوالإخوة ليتهم و حطرتهم في السؤال لماذا عشان نعرف إيش يسببه هل انتهى الكتاب ضل يبحث عنه ما السبب يعني محمد بن حريب يقول كتاب محاورات فقهية مختصرة من إعداد صالح الراجحي وجدته بين الرفوف و الزوايا في معرض الكتاب العام الماضي نعم وأيضا كتاب القواعد الفقهية على المذهب الحنفي و الشافعي للدكتور محمد الزحيلي من النوادر التي أصادف فيها جامعة الكويت مشاركة في معرض الكتاب بالمدينة و لديها إصدارات مميزة جميل معرض المدينة على صغره كمساحة لكن يشاركه من الكتب ما لا يوجد في المعرض الأخرى و فيه ميزة يا حسان أسعارهم رخيصة مراعاة لطلبة العلم في الجامعة الإسلامية و هذا شيء يشكرون عليه يعني بعض ما تتركه حزبة لأنه غالي الثمن في المعرض الأخرى سالة تجده رخيص بإذنه معرض المدينة و أيضا يذكر ابن حريب كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع وجدته مصادفة و حصلت عليه بنصف الثمن هذا ابن الطلاع طرع طبع مرارا طبع مرارا نعم محمد أحمد يقول كتاب تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي طب طبع سنة 1947 حصلت عليه في معرض القاهرة الدولي سنة 2017 و قد فرحت به كثيرا لأنه من أوائل ما كتب في موضوعه ولله الحمدون منه و الآن و إلى طبعته في دار السلام مرة أخرى الكتاب نعم أبو جهاد البلوشي يذكر كتاب تيسير مصطلح الحديث تقريب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمد طحان نعم محمود الطحان له التيسير نعم هذا التقريب لإعداد سالم الهاجري و سالم الهاجري هذا عرضنا ترى الكتاب عرضنا كتابه في أحد الحلقات هنا عندنا نعم خالي بعض الإخوة في ممن يسمعون هذه الحلقات و نحوها جلالهم الله خير ربما يكونون بعيدين يعني في بلدانهم بعيدة هم هؤلاء صحيح يعني إذا يقل أنهم ظهروا بالكتاب لأنهم بعدهم عن مقر المركزية للكتب التنقل الكتب بالعالم العربي و نتاجها و المطابع و المكتبات يجعلهم الحقيقة يفرحون بوجود الكتاب لو وجدوه فيه مع مسافر أرسله و شيء من ذلك ولهذا بعض الأخوة يقولون كيف نجده و كيف نحصله طبعا الغالب ترى نحن نقول للإخوة غالب و دور النشر و المؤلفين لهم حسابات ترى على تويتر أو الفيس خاطبوهم هذا أحسن طريقي على الآن سارة سارة جدا الطريقة هذه أحمد الشريف يقول كتاب حاشية الصفتي على شرح بن تركي على متن العشماوية فقد وجدته بطبعة دار الفكر في لبنان وجدته عند دار السلام بعد عناء فهي وكيلهم و الكتاب طبيع عدة مرات و لكنه إلى الآن يحتاج لطبعه و تحقيق جديد كل طبعاته غير محققة كل طبعاته تجارية نعم أبو النور يقول الكتاب قضاء الوطر في نزهة النظر لم أجده حتى جاء معرض عمان و في الزيارة الأولى التفقدية توجهت مباشرة إلى الدار الأثرية و حصلت الكتاب ولله الحمد نعم ماذا مع أنه كتاب مطبوح حديثا نعم طيب مفتاح يقول بعد عناء طويل و شقائن في البحث عن كتاب الصواعق المرسلة للقييم بابن القيم رحمه الله وجدته مؤخرا في معرض الكتاب بالجزائر في شهر أكتوبر الماضي و كانت الطبع من دار ابن الجوزي من القاهرة يا جميل طبع دار الجوزي من القاهرة نعم يا جميل أبو حمد و إن شاء الله سوف يخرج قريبا من ضمن المشروع من ضمن مشروع التراث ابن القيم إن شاء الله أبو حمد العمري يقول كتاب مختصر الكلام شرح بلوغة المرامل الشيخ فيصل المباركة رحمه الله و كتابة صيانة الإنسان لحظة لحظة أما هذا فجاء فترة ندر صار نادر ثم و عيد طباعة و طبعها ممتازة و راقية و صار متوفر و مع ذلك حتى هذا الطبع الأخيرة أيضا قل وجودها الآن نعم و ترى سبق عرضنا الكتاب هذا جميل أحمد خميس الصاوي يقول كتاب أحكام القرآن أحكام القرآن لا لا الكتاب الثاني صيانة الإنسان صح؟ نعم كتاب صيانة الإنسان عن وساوي سيد أحلان نعم و ما زلت أبحث عنه منذ أربع سنوات و ما وجدوه؟ هو طبعا هو خير لك لأنه سيعاد طبعه بطبعة محققة أفضل مما خرج هو له طبعة قديمة طبعت قبل حوالي سبعين و ثمانين سنة تقريبا ثم بعد ذلك طلعت طبعة حديثة لكن مليئة بالأخطاء و نحو ذلك الآن إن شاء الله سيخرجه طبعة محققة و معتنم بها و نقول أحشوف هذا من الخير لك أنك ما اشتريته ربما أحيانا ما تدري الخير وين ربما يعني استعجالك و لهفك وهذا يكون من الخير ألا تجد الكتاب يبتعد عنك ثم تجد الطبعة المحققة اللي يطيب خاطرك بوجودها أحمد خمس الصاوي يقول كتاب حكام القرآن لبكر من العلاء القشيري المالكي و كتاب تخريج الفروع على الأصول للتلمساني تحقيق الدكتور فركوس طبعا هو تحقيق الدكتور فركوس مشهور جزائري المعروف العالم جزائري المعروف و أما تحقيق التلمساني من مفتاح ثمام مفتاح الأصول مشهور و حققه في مجلد ضخم معروف و هو تحقيق فروع على صور كتابه الأول هو كتاب حكام القرآن لبكر بن العلاء القشيري نعم و هذا مطبوح حديثا و هذا أيضا مطبوح حديثا نعم أبو عبد المهيم سمير و نختم به يقول عدة كتب و السبب واحد لما تكون الدار غير مشاركة و تعطي كتبها لدار نشر أخرى و لا يتم إشهار ذلك فلا الدار تجدها و لا الكتاب هذه من الإشكالات التوجيئة الآن بعض الدور تطبع و توحل بكتبها و نحن نقول للإخوة الناشرين و الباحثين و المحققين من الخير لك إذا أردت أن يبقي الله لك أثر لهذا العلم الذي جعلته في كتابك سواء تحقيق أو تعليف من الخير لك أن تبتقي دارا تنتشر تنتقل بكتابك عبر المعارض و عبر الموزعين الموجودين الله في العالم العربي و الإسلامي أما لو عطيت دار خاملة أصلا لا تشارك المعارض إطلاقا أو مشاركة محدودة جدا و مع ذلك هي أيضا لا توزع توزع جيد و ليس لا موزعين ثق تماما لن يرايح كتابك مكانهم لن يبقى لك انتشار أو شيء من ذلك مع أن ينصح كل الإخوة الباحثين و المحققين إن أنهم إذا أخذوا شيئا من النسخ أن يوقفوا بعض النسخ على المراكز الرئيسية فمثلا من حظ الإنسان يرايح حظ الآخرة يا أخي خذ نسخة لكتابك و وقفها على مكتبة الحرم المكي و نسخة أخرى في المسجد النبوي و نسخة في المسجد الأقصى مثلا و هذه المراجعة و نسخة في جامعة الأزهار و في القيروان هذه تحصلها ستة سبع نسخ و إذا بها قد تناقلت و أنت أوقفها لا يسبقك أحد إلى هذا الخير و أنت صاحب الكتاب أصلا فمن الخير أنك تبادر إلى وقفها في مثل هذه ترسلها مراسلهم أو ترسلها مع أحد ثم الباقي عاد يعني الله يعينك يعني نحن ما ننصح أحد صراحة يطبع الكتب لا على حسابه لأن الطباء على حسابه سوف يالله تجد من يوزع لك و الموزعين محليين غالبا لن يكونوا الدوليين و الأمر الثاني إذا اخترت دار اختر دار دائما تتنقل في معارض حتى يقصر عرض كتابك هنا و هنا في هذه الدولة و هذه الدولة و هذه الدولة فيكثر المشترون و المحبون و القارئون و تجد نسخ في هذه البلاد و هذه البلاد و ينتشر العلم إن شاء الله نصلى الله يباري في جهود الجميع بالله بسم الله نبدأ على بركة الله سلمك الله هذا عندنا اليوم أحد البحوث المتعلقة بأحد المفسرين المعروفين المشهورين المتأخرين و هو العلامة الإمام فخر الدين الرازي هذا عنوان البحث الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله مجدد المائة السادسة الهجرة لين توفي عام ستمائة وشتة الهجرة رحمة الله عليه هذا أخونا الحبيب الباحث فضيلة الشيخ و الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلاء و فقه الله أراد أن يجلي الصورة التفسيرية للإمام الرازي رحمه الله يعني أراد أن يبرز الجهود التفسيرية له وعنايتي بالتفسير وعلو الصنع عند الفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب المشهور الكبير وهو من التفسير المطولة وأراد بهذا الكتاب أن يقدم بمقدمة ترجمة فيها ترجمة موعبة له تقرابة 235 صفحة تقريبا هي ترجمة للفخر الرازي أرادها كذلك لأنها سيكون لها أثر فيما بعث ما يبن عليه ثم تكلم بعد ذلك عن مصادر الرازي في كتابه المصادر اللغوية التاريخية الحديثية وهكذا ثم بعد ذلك تكلم عن منهجه المصطلحات عنده ودلالاته ثم عن منهج الفخر الرازي في كتابه منهجه في تناول القضايا اللغوية منهجه في تناول القضايا العقدية وهكذا بهذه الطريقة إلى آخر باب أو آخر فصل منه وهو من الأمور المهمة الذي جعلها أصلا جزءا من العنوان نحن ما قرأنا العنوان كامل العنوان كامل الإمار فخر الدين الرازي رحمه الله مجدد المئة السادسة الهجرة ترجمته وقد كانت موعبة منهجه في التفسير وقد ذكرنا ما صنع فيها الدفاع عنه الدفاع عنه جعله في الفصل الأخير أو المبحث الأخير وأراد به أن يدافع عنه في قسمين القسم الأول ما طعن به على الفخر الرازي في ذاتي وشخصي هو كاتهامي مثلا أنه ألف في السحر كاتهامي أن بعض عباراتي في منزلة نبوة فيها شيء كاتهامي أنه ضعيف من رواب ضعفاء ونحو ذلك وهكذا اتهامي بالتشيع أيضا قيل أنه متشيع وشيء من ذلك هذا في شخصي والقسم الثاني الطعون الموجهة إلى تفسيره يعني إلى عين التفسير هذا ما قيل فيه بأنه أكثر كلام الفلاسفة فيه وبسطه ونقله وأوعب فيه النقل عنهم وكان يورد الشبهة نقدا والجواب نسيئة وربما نشط ففصل في الشبهة وأوجز في الجواب بما لا يكفي في دفعها وهكذا يعني هذا التعوم موجهة إليه في تفسيري قسم قسمين وأخذوا قسم الأولا ثانيا ثالثا رابعا وهكذا ويورد من قال بهذا الطعم من قال به يذكر كلام الذهبي وابن حجر وفلان وفلان قالوا أن هذا ملحظ فيه ثم يجيب هو بعد ذلك ما يتيسن له من جواب الكتاب قلنا من تأليف أخين الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح عبو العلا وفقه الله وهو من أصدرات دار رواع المصحف وعلومه بارك الله في هذا المجلد الضخم هذا سلمك الله أيضا تحقيق آخر ماتع له وهو كتاب في الأصل منظومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عنونة لها صاحبها سماها قرة الأبصار في سيرة النبي المشفع أو المشفع المختار صلى الله عليه وسلم وهي عبارة عن منظومة في ثلاثمية وخمس سبعين بيتا تقريبا نظمها العلامة الشيخ عبد العزيز اللمطي المكناسي الفالسي المالي الفاسي المالكي المتوفى عام ١٥٤ للهجرة رحمة الله عليه هذه عبارة عن منظومة نظمة فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنظومة شرحها أحد علماء الشناقطة وهو العلامة الشيخ غالي بن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في شرح سمه مرتع الأبرار في التعليق على قرة الأبصار طبعا الشرح هذا كان صوتيا كان موجود في تسديلات وكان من مبادرات الشيخ غالي الشنقيطي رحمة الله عليه وقد توفي عام ١٤٩ الهجرة في جدة عندنا هنا قد كان من طريقته أنه هو نفسه يعتني بالتسديل دروسه وهذا منها لما شرح القصيدة قصيرة قرة الأبصار هذه هو نفسه شرحها فبقي شرحه صوتيا في التسديلات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو الأولى قام وفرغها يقول هو سمعها وكان اسمحها لما يذهب إلى المدينة واسمحها مع أهله ويعني طالب لهذا الشرح وكان الغالي الشنقيطي طريقة الشناقطة يعني من في ما شاء الله حذر المسائل والأقوال والأدلة ونحو ذلك فحب أن يفرغ هذا الشرح لهذه المنظومة وأن يحققها في هذا الكتاب اللطيف الذي خرج سماه مرتع الأبرار في التعليق على قرة الأبصار هذا عنوان الكتاب الذي خرج وهو بعناية والتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو الأولى وطريقته فيها طبعا ترجم لكل العالمين هذا وهذا في المقدمة لكن طريقته شو بهذا الطريقة شو مثلا ما ولده قال صاحب القرة قرة الأبصار فيذكر النظم المذكور ثم يقول ها هنا قال الشارح اللي هو غالي الشنقيطي هذا الشرح ويعلق المحقق التعليقات اللي يراها مناسبة وكل الكتاب بهذه الطريقة إلى أن أتى إلى الخاتمة هنا هذه الخاتمة في الأخير أراد أجزاء الله خير أن يذكر النظومة مجموعة في محل تحتوي على 397 بيتا أرادها ها هنا كاملة لتكون لمن أراد حفظها مشكولة مشكولة وبعض التعليقات قليلة مقارنة بين النساء قريبة وشيء من ذلك وهذه خطة جميلة جدا في الأبيات المنظومة التي هي أصلا في أصل المت المبثوثة لو جمعت في أول كتاب أو آخر جيد لأجل الحفظ أو لوقف عليها من أراد أن يقف عن نظم لوحده الكتاب مطبوع في مجلد لطيف هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر طبع قديما قبل 115 سنة عام 1325 للهجرة طبع في حياة مؤلفه وهو بعنوان بلوغ القصد والمرام ببيان بعض ما تنفر منه الملائكة الكرام المقصود منه أنه أراد أن يجمع في هذا الكتاب مؤلفه رحمه الله وهو العلامة الكبيرة بعبد الله السيدي محمد بن جعفر الإدريسي الحسني الكتاني المتوفى عام 1345 للهجرة رحمه الله عليه وهو عالم مشهور هو صاحب الرسالة المستطرة فهذا الكتاب مشهور له وصاحب نظم المتناثر في الحديث المتواتر مشهور له الكتاب هذا المقصود ألف هذا الكتاب أراد أن يجمع ما وقع تحت يده أو ما يحفظه من أحاديث النبي عليه السلام مما فيه أن الملائكة تنفر من هذا وجمع حوالي ثمانية وعشرين أمرا تنفر منهم ملائكة مثلا التصاوير وجود الكلب وهكذا يعني والقصد من الكتاب ترى الجمع مع أنه في طريقته يأتي يقول أولا شو هذا طريقة المؤلف رحمه الله يقول لك أولا الأمر الفناني هذا شو مثلا السابع وما يجب نفرتهم أيضا صوت الجرس هذا مثاله شو هذا سابعا فيبدأ يذكر لك الأحاديث المتعلقة في هذا الباب مما ورد يجمعها جمعا فإن كانت الحديث في الصحيين في الصحيين فإن كانت في غيرها فإنه يتكلم عنها أحيانا ويذكر ما فيها من علا أو نحو ذلك ثم يبدأ يشرح الأحاديث شرحا ببيان معانيها وبعض المسائل العلمية المتعلقة بها وقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلاء وفقه الله وهو متزوج بحفيرة المؤلف حفيرة متزوج بها قام وخدم هذا الكتاب خدمة تليق به قال أنه كتاب مطبوع قديما في حياة المؤلف صحيح لكنه صار بحكم نادر أكثر 100 سنة تقريبا 115 سنة في عام 2325 مطبوع الطبع الأولى وأراد أن يخدمه الخدمة العلمية اللائقة به وبدأ يعلق عليها التعليقات العلمية اللائقة بها ويخدمها بالفهارس ونحو ذلك طبعا وفي بعض ما ذكر من الأحاديث ما فيه نظر يعني محتاج إلى تحقيق وكلام يعني عند أهل الحديث يكاد لا يثبت لكن ترى القصد الجمع وجيد الجمع ما في مشكلة مدام القصد الجمع طيب ويتكلم عن معانيه وبيان معانيه ونحو ذلك الكتاب مطبوع في مجلد لطيف كما ترى هذا سلمك الله أيضا عبارة عن منهج أو مقرر دراسي قرر في جاعة ملك عبد العديد في الدراسات الإسلامية قسم التفسير لما أوكل تدريسه إلى أخير الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا وجد أنه من الأسلم أن يكتب المنهج كتابة لطلاب القسم ثم يطبح بعد أن حرره وزاد فيه أشياء خلال تدريسه مع خبرة تدريس أراد أن يطبحه في كتاب ليكون في متناول الطلباء ويستطيعون الرجوع عليه وكان ذو شقين الشق الأول يتعلق بأصول التفسير وقواعده والشق الثاني وهو الأطول الكبير يتعلق بتفسير سورة النساء كاملة أما الأول فهو مختصر يعني ما يقارب 35 صفحة سمى هذا المجموع جمعهما وسمى المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم ويقصد به القواعد ومنهج أصول سورة التفسير ويليه شف ويليه صفوة الآراء في تفسير سورة النساء وطريقته في سورة النساء أنه يأتي إلهي آية 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 فيذكر الآية ويذكر ما فيها شف الآية قوله تعالى كذا صلة الآية بما قبلها يركز على هذا ويأتي بسبب النزول ثم يأتي بمعنها إجمالا حتى تكون واضحة بما فيها من معاني ومن حكام لكن تكون بصيغة صالحة للتدريس والطلب أصلا مؤسسا للطلبة في كلية والكتاب مطبوع في مجلد لطيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا ومن إصدارات مؤسسة الرسالة ببيروت وفقهم الله هذا سلمك الله الدليل السياحي طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نزار قاسم الشيخ رجل فقيه دكتور في الفقه متخصص وله عناية كبيرة بما يسمى اليوم بجغرافية السيرة النبوية عناية بالغة يعني كأننا سبحان الله أفرغ جهده فيها لأجل تتبع سيرة النبوية السلام ومراحلها وخطواتها جغرافيا والاستفادة من التقنيات الحديثة بحيث يمكن الاستفادة منها في سيرة النبوية السلام طرع عرضنا له مجموعة من المؤلفات في هذا الخصوص وهذا الباب غزواته صلى الله عليه وسلم سرايا وشيء من ذلك وداخل معنا وفقه الله طبعا هو وفقه الله ترى كل معرض تجد بنفسه يحضر للمعرض ويكون عنده ركن يقوم فيه على إصداراته والألواح والوسائل والوسائل التوضيحية جبنا بعضها وعرضناها ويتكلم عنه هو يبين لكل من زاره ونحو ذلك هذا من آخر إصداراته وسماه الدليل السياحي ألكتروني لزوار بيت الله الحرام دليل المناسك والسيرة النبوية في منطقة مكة المكرمة أراد به أن يقرب سيرة المعسلم في مكة المكرمة بالذات طبعا في مكة معناته عندك مناسك الحج وهو قدر كبير ومعنى ذلك أيضا حياة وسلم مكة كيف كانت ولهذا قسم كتابه ثلاثة أقسام القسم الأول ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة ويأتي إلى المواقع هو القصد الآن ذكر موجز للأحكام ليس التفصيل ما في خلافات عندنا هنا يذكر شيء الحديث إذا فيه حديث أو شيء القصد الأكبر تحقيق الموقع المذكور في هذا النص أين هو وأين يذهب والحاج عرف حدود عرف مثلا عرفة حكمه معروف حكم عرفة نركم الأركان لكن من لم يبت في عرفة هذا ما يتطرق لها يتطرق أن حدود عرفة هنا طب معالم عرفة طب أين وقف الله أفضل في عرفة أين ناقته كانت أين الصخرات الليقال عنها وين هذا القصد التحقيق السيرة النبوية في هذا المواضع الجوغرافية وذلك القسم الثاني جعلوا في سيرة الله أفضل في مكة ما كان منه قبل البعثة وما كان منه بعد بعثة لما جاء صلى الله عليه وسلم والقسم الثالث جعلوا في المواقع العامة التي يحتاجون إليها اللي سمها العلمية والأثرية والخدمية الموجودة الآن وبيانها وسمى الكتاب الدليل السياحي الإلكتروني لتوار بيت الله الحرام دليل المناسك والسيرة النبوية في منطقة مكة المكرمة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نزار محمود قاسم الشيخ وقدم له الشيخ الدكتور المعروف المؤرخ داخل معنا أيضا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري وفقه الله وطريقة الشيخ نزار معروف في كتبه لاحظ لاحظ هذا شو في الصور يأتي لك بصورة حية من الموقع الذي يريد الآن بسطه لا إن شاء الله يكون واضح للإخوة ويأتي لك بهذا البركود اللي هو الماسح الضوئي يعني تحتاج أنت للبرنامج تنزل في جوالك حسان وتضع على هذا المحل ثم تطلع لك الخريطة مباشرة يربطك على قولتم جوجل ماب بيو جوجل ماب هو حط لك الخريطة هنا ويأتي لك بأبعادها هو يشكر الحقيقة يشكر على أنه خطوط الطول والعرض يذكور يشوف هذه الصور حية للمواقع المذكورة في السيرة النبوية وهي حول مكة هو جاب منطقة مكة وما حولها ويأتي لك شوف هذه منطقة الحرم نحو ذلك كل الكتاب كل الكتاب بهذه الطريقة يأتي بالبركود للموقع معلومات عنه أنه سلم ماذا وقع له في هذا المحل أشياء التاريخية بما يتعلق به صلى الله عليه وسلم آخر الكتاب يا حسان آخر الكتاب شوف هذه الخريطة هذا أخونا أحمد صالح ينبسط عليها وين هذه الخريطة؟ هذه الخريطة يا حسان أمودي لو نكون قريب عشان تمسك لي إياها بس أخونا أحمد صالح ينبسط على الخرائط دي شوف الخريطة هذه يا حسان شايفها؟ نعم شايفها شايف طولها؟ نعم ما شاء الله أنا أظن أن الأخوة لا يقدروا طبعا الأخوة تشوف هذه بدايتها عشان تشوفهم بس بدايتها خلكم خلكم ها كذا هذه بدايتها هذه طولة هذا من أطول الخرائط الموجودة لمكة المكرمة عبارة عن قرابة عقبة 103 من المواضع التي صورت في عرض من الصور كبير جدا في عام 1297 قديما جدا عام 1297 ثم قام أحد الفضلاء بتجميع الصور ليخرج لها صورة كاملة كذا لمكة كاملة عرضا وبدأ هذا الأرقام شايف الصورة الجميلة هذه؟ نعم انت شايف الأرقام هذه يا حسان هذه هنا رقم 19 رقم 16 هنا 17 هنا 18 نعم هذه الأرقام عبارة عن مواقع كل شيء له معنى يذكر تحتنا هذا يقول هذا هو المكان الفلاني كذا كذا هذا المكان الفلاني كذا كذا وهكذا أقس على هذا طبعا هذه الصورة لأن تبين لك معالم مكة من جبالها باردة لنسا على العمران وناطحة مثلا ما جاءت هذه كلها حتى تغطي على مثلها نعم فهذا تجعل الصورة واضحة لمكة وكيف كانت قديما مداخلها ومخارجها أعلاها أسفلها ونحو ذلك وفقه الله وهي صورة طبعا منتشرة يعني هي تعريفية و الكلام هي عن مكة و منطقة مكة المكرمة وفقهم الله هذا طبعا الكتاب من إصدارات مكتبة روايع المملكة طيب شيخ نستاذنك نعم فضل نستاذنك فاصل نعم أعزائي المشاهدين فاصل قصير و نعوده إليكم فابقوا معنا هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيث ما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لاسيما العلمية المتخصصة سهل الطلب العلم في البيوت فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطاه ومن يتق الشر يوقاه نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا أعزائي المشاهدين عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير نعود لاستعراض إجاباتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة وهو أذكر اسم كتاب حصلت عليه في معرض الكتاب بعد جهد وعنى نعم نستعرض إجابات الإخوة على الفيسبوك نعم فالح المطيري أو فلاح المطيري قل كتاب الحيدة الكناني وهو مناظرته مع المريسي المعتزلي المريسي المعتزلي وقد وجدته في معرض الكتاب قبل عشرين عاما ولو عرض من الطبعات أيوة سعد الدين أيبك يقول كتاب الفصل لابن حزم الأندلسي الفصل مع أن الطبع الأخيرة حققوا فيها أنه الفصل كذا يقولون ابن حزم طب الآن هذا مثلا طلعت له طبعة يعني الآن عبارة على رسالتين علميتين وهي أفضل بكثيرة من ما سبق من الطبعات وإن كان يعني سنعرضها إن شاء الله سيأتي معنا عرضها ونتكلى عن مزايا هذه الطبعة الجديدة فنرجو يكون اللي حصل عليها هي الطبعة الجديدة وليست القديمة إن شاء الله إن شاء الله نبدأ على بركة الله بسم الله هذا سلمك الله أنا تعمت أضعه أمام الإخوة المشاهدين حتى يرون هذا المشروع المتكامل التربوي التعليمي الذي يستفاد فيه من التقنيات العالية الموجودة اليوم لتقريب المعلومة وتسهيل إيصالها إلى المستفيد وطالب العلم والدارس أعطي إلى عدد من اللجان العلمية لجان علمية تربوية تعليمية القصد منها طريقة إيصال المعلومة بسهولة ويسر مع تقريبها إلى الطالب العلم والدارس خرجوا فيها خرجت منها أربع مجموعات كل مجموعة منها عبارة عن سبعة أجزاء المجموعة الواحدة عبارة عن مستوى فهي تغطي أربع مستويات يعني دراسة لأربعة فصول أو سنتين وهي طريقة الدبلوم للدراسات الشرعية الدبلوم عبارة عن دراسة عن سنتين كل سنة فيها فصلين هذا الفصل الأول وهذا الفصل الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهي عبارة عن علوم متكامل للشريعة تعطى هذا المستوى الأول فيه سبعة أجزاء الجزء الأول والعلوم الشرعية كلها فيه من لغة عربية وحديث وتربية وعقيدة وسيرة وتفسير وفق كلها موجودة لكن هذا المستوى الأول هذا المستوى الأول ما يفعلون يا حسان طبعا هذا كتاب أولا من إصدارات مجموعة الزاد والمراد بها أنها تكون تسهيلا للعلم لطالبه ترى حتى طالب العلم المتوسط يحتاجه وللحمد لله نفع الله بهذا الأصدار نفع كبير واللي عرفنا أنه عتملت بعض المعاهد والكليات وأماكن الدراسة في بعض الدول العربية وبعضهم ما زال يراسلهم بمحاولة الاستفادة منها والإخوة الذين درسوا في الأكاديمية أكاديمية الزادة هذا من مناهجها طبعا عندهم يثنون على الاستفادة الكبيرة اللي استفادوا منها مثال هذا مثال مثلا كتاب العربية طبعا هنا في المؤخرة في الظهر يذكر لك خلاصة مبوعة خلاصة هذه أربعة خمسة أسطر خلاصة ما في الكتاب سيذكرونها هنا هنا في الداخل عبارة عن تفقير لكل الكتاب وكل الكتاب بهذه الطريقة وهذه الشاكلة عبارة عن خرائط ذهنية أنا والله أتمنى أفرها لكم كامل لكن إن شاء الله أنه يطلع معي شيء لاحظوا معي الخرائط الذهنية وكل ما روهم يعني يتفننون أنا أظن عندهم واحد مصمم خاص قاعد لهم طول اليوم إلا بس يتفنن شوف الخرائط الذهنية وما فيها من الأساليب الجريدة التدريبات والتمارين يعني منهج دراسي كان طبعا هي طريقتها طريقتهم بالطريقة يذكر لك الدرس ما هو الدرس المطلوب الإعراب والبناء يذكر لك القاعدة الذي فيه الأمثلة يفقرون لك على طريقة الخرائط الذهنية هذه وبعد ذلك يأتون لك بعد ما ينتهون من الدرس وشرحه بأسلوب سهل جدا ويحاولون يركزون على الأمثلة من الكتاب والسنة بالأمثلة هذا شوف النحو الآن بعد ذلك يجعلون يأتيك بالخلاصة هذه الخلاصة ثم النشاط كل الدروس يأتون عقبها بأنشطة دلالة على استيعابك للدرس أو نحوه أو لا حتى تراجع مرة أخرى في نهاية كل كتاب كل كتاب يأتون لاحظ معين يذكرون لك المراجع التي اعتمدوا عليها في هذه الدروس المشروع هذه المراجع هنا ثم يذكرون لها بهذه الطريقة لاحظ هذا عبارة عن شيء حسن عبارة عن المستويات فيهرس المحاضرات والساعات لكل درس منها لاحظ هذا يقول لك هذا الدرس التاسع شو هذا الدرس هذا المحتوى الكامل وهذا عدد الساعات اللي يقضيها الطالب في دراسة هذه المقررات هذا عندك اللغة هذا المستوى الأول هذا اللغة وهذا الحديث الحديث عبارة عن مجموعة من الأحديث النبوية شرعوها بهذه الطريقة كاملة أيضا وهذا الله سلمك وحق الصحابة وحق الوالدين وحق الجار وكذا يعني الحقوق بطريقة جدا رائعة سهلة ومتميزة جدا وكذلك هذا الخلاصة هنا عندنا لاحظ معي هذا مثلا هذه عدد الساعات التي يحتاجها في كل حق يعني كل درس من الدروس طريقة إبداعية كل كتاب طريقته تختلف في رسماته وطريق التوضيحي عن الكتب الأخرى هذا ما زالنا في المستوى الأول هذا في العقيدة المستوى الأول لها ويبدأ في بداية العقيدة هميتها ونحو ذلك وصولها مصادرة هذه السيرة النبوية ومستوى الأول منها وهذا مليء بالصور عدل حية الجميلة جدا في هذه الشملة الغزوات ورسم الغزوات ونحو ذلك هذا مثالها مثال توضيحي لها والكتاب معك بهذه الطريقة هذا أيضا ما يتعلق بالتفسير بدأوا أول شيء بأصول التفسير وقواعده ثم بدأوا يفسر الفاتعة ثم بدأوا في باقي الآية يختارون من جزء عمى حتى وصلوا في المستوى الأخير إلى سورة الانشراح إلى آخر كتاب إلى آخر سورة النسك فسروه كاملا هذا ما يتعلق بالفق لاحظ المستوى الأول ويذكرونك في أول كتاب مثلا هذه الخريطة يقولك كتاب الطهارة سنتون معك الموضوعات هذه الموضوعات هنا درس 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 لا تشرح والجميل أنه يأتوا لك بالصور مثلا دخول الخلاق ضاء الحاجة هذا صور مثلا الكرسي الفرنجي وفي الكرسي العربي وماذا تفعل والتيمم يأتوا لك والأوراق المناديل يأتوا لك يفتستعمل والحكام الشرعية المتعلقة بها ويخرجون تمام من الخلاف لا يذكرونه يكفيهم ذكر الحكم الشرعي والدليل عليه وتجنبون الخلاف ويأتون غالبا القول للراجع وعندك المراجع اللي أخذوا منها واستقوا منها هذا المستوى الثاني نفس الفكرة أبدأوا الفقه طبعا تتمت الصلاة ثم دخلوا في الزكاة نفس الفكرة كمان يتولى وهذا أيضا التربية الإسلامية وهذا الثاني منه يتعلق بأعمال القلوب الأول كان في الحقوق هذا في أعمال القلوب هذا ما يتعلق بالحديث أخذوا جملة من الأحاديث وشرحوها وطريقتهم هذا يذكر لك الحديث الحديث التاسع يذكر الحديث يذكر راوي الحديث يذكر شرح المفردات ثم يأتي بهذه الطريقة والله يا حسن دلع التدريس هذا يعني الطريقة هذه أقرب يعني صراحة فيها نوع تسلية وجمال طرح سهولة طرح وأخاذ يعني ما تمل يعني إن ملت نفسك ما يمل البصر من النظر فيها والتتبع والله يلت صراحة القائمين على المناهج يستفيدون مثل هذه المناهج إنه فيها تدقيق علمي عالي جدا فيها حسن الاستدلال فيها الوقوف عند خلام أهل العلم والرجوع إلى فتاواهم ونحو ذلك وربطها بكثير من مما يميزها المجموعة ربطها بكثير من قضايا الواقع هذا الحديث هذا سلامك الله العقيدة أي تتم لأبواب الاعتقاد وفيه هنا مثلا أركان الإسلام أو أصول الإيمان هذا سلامك الله ما يتعلق بالتفسير أيضا قلت لك التخب صور يأتي لك إلى مقاطع من الصور مثلا صورتك التكوير ينتخدون صورتك عمى ويفسرونها هذا جزء الثاني من اللغة العربية وهما أيضا مواضيع وأبواب منها يعني في مثلا النواسق والجمل اسميه هذا السير النبوية السير النبوية هذا الشمائل هذا كل mano يتعلق بالشمائل الجزء الثاني أو المستوى الثاني يتعلق بالشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الآداب المذكورة طبعا أذكو השمال وسلم وكيف يمكن أن تتخلق بمثل هذه الأخلاق بشمالها صلى الله عليه وسلم هذا سلمك الله عندنا المستوى الثالث الآن المستوى الثالث أيضاً انتقال فيه كل العلوم الشرعية هذا المستوى الثالث السير النبوية تتعلق بالتعاملات النبوية له صلى الله عليه وسلم وهو مختصر من كتاب كيف عملهم كان هو الأصل ثم اختصروا منه أشياء كثيرة من معاملاته صلى الله عليه وسلم هذا اللغة العربية المستوى الثالث كذلك وفيه تتمة أبواب النحو المستوى الثالث من التربية الإسلامية تعلق بالأداب الشرعية طبعا أداب مفلح كان حاضرا في قوة في هذا الباب وهو يربط له بكثير من الأشياء اللي معاصرة اليوم ويوازن بين الأداب المستحدثة لمستوردة مما يسمى بالبرستيج ونحوها مقارنة بالأداب الشرعية هذا سلمك الله التفسير وهو عبارة عن صور منتقاء من جزع عمى وتفسيرها وهذا الحديث أيضا عبارة عن حديث منتقاء وبيان معانية هذه تتم لأبواب الاعتقاد أصول الإيمان وتتم ما فيها من أمور الاعتقاد لاحظ معي مثلا هذا مثلا حتى هذه القضايا يعتلك بالصور مثلا مثلة النهي عن الصلاة إلى القبور يعتلك بصور يعني للأسف موجودة عن الذبح عند القبور بصور ويذكروا ما فيه ونحو ذلك هذا الفقه وهو الثالث يتعلق بما بقي من أبواب العبادات ويدخلون في المعاملات وفقهم الله هذا الثالث المستوى الرابع تتمه هذا المستوى الرابع هذا العقيدة تتم لأبواب الاعتقاد كاملة يكون شامل بإذن الله كامل إلى آخر الأبواب وهذا سلمك الله من التربية الإسلامية هذا الرابع تعلق بأمراض القلوب مثل الكبر والحسد والبغضة والشحنة ونحو ذلك مما يتعلق بها وهو كتاب ماذا الحقيقة هذا كتاب الحديث أيضا فيه مجموعة من الحديث المعسل مملكة العلماء في الصحيحين غالبا وهذا سلمك الله في اللغة العربية المستوى الرابع وهو تتمت أبواب النحو الباقية وهذا الفقه تتمت أبواب الفقه مما وقفوا عليه يعني جملة من أبواب المعاملات خاصة أبواب الربى والحقيقة أبواب الربى أعجبني جدا قراته بالكامل جدا ممتاز الآن ما توحل بتدريس بعض المبتدين أو المتوسطين أو حتى الأسرة في البيت مثل هذه الكتابات هذا يصلح هذا من الكتب الذي يصلح أن تكون في الأسرة وفي مكتبة البيت والأسرة حتى يرجع سهل جدا الكلام فيها السيرة النبوية هذا الرابع مواقف عسلم وأحواله صلى الله عليه وسلم في كامل سيرته التفسير المستوى الرابع منه أيضا من سورة الانشراح إلى سورة الناس تفسير كامل لهذا الجزء بالكامل وفقهم الله ويشكرون على كل ما بدلوا فيه كل ما بدلوا فيه هذا الشكل الجديد الفهرس المحاضرات يعني الصورة الفلانية كذا المحاضرات شوف الفهرس الجديد هذا هذا طريقة جديدة شوف هذا عندنا مثلا المحتويات وطريقة كتابة الفهرس طريقة جديدة للفهرس حسان الله يزاهم خير ووفقهم الله وبارك فيه طبعا حسنا نشيد أنه هذه خطوة علمية ممتادة متميزة كانت حاضرة بمعرض الكتاب وهي الأتراح حاضرة صحيح أن أبين لك شيء في الأول في المقدمة لو قال أحد من فين نطلبها ها شوف المقدمة هذه في أول صفحة عندهم هذا وضع لك عدد من الباركودات الباركود هذا الأول هو للحصول على الكتب ورقيا البركود الثاني للحصول على الكتب صوتيا والثالث للحصول عليها كترونيا هذه كلها موجودة في الصفحة الأولى لصفحة العنوان المعروفة توجد فيها بيانات الكتاب وما وطبعته ومن طبعه ونحن ذلك بارك الله فيهم شكرا أستاذناك في مداخلة نعم معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا وأستاذ الدراسات العلية بجامعة الملك عبد العزيز حياكم الله دكتور عادل أستاذ أستاذهم حياكم الله مرحبا يا مرحبا دكتور عادل استعرض الدكتور عبد الله عدد من إصداراتكم سواء في البحث والتأليف أو في التحقيق نوت في البداية أن تحدثنا عنك شخصيا كيف تتجه لاختيار الموضوعات التي تبحثها أو التي تحقق كتبا فيها أولا أورحب بكم وإستاذ المشاهدين وحييكم بالحيث الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام في الواقع يا أخي الكريم الحقيقة أن معظم مؤلفات كانت بجاية عبارة عن تنشير لمناهج الطلاب في الجامعة يعني منذ بداية تعليمي في الجامعة عام 1400 هجرية عام 1400 نعم كنت في جانة من كبد عزيز أسنت إلي مادة التفسير فقمت بتأليفي كتاب عن تفسير شوط الواقع وإلى الحمد مبثلت لطلاب العلم طلاب الجانة ثم بعد ذلك أسنت إلي مستوى آخر أعلى في التفسير فقدمت الحمد لله في تفسير شوط الحجرات في تفسيرها بشكل مسهل مبسط للطلاب ثم بعد ذلك أسنت إلي القسم مستوى أعلى ومع عمل مقدما في التفسير فألفت كتابا سميته المنهج القوين في تفسير القرآن الكريم ويليني صفة الآراء في تفسير شوط النساء وهذا الكتاب وإلى الحمد هو مقرر إلى الآن في جامعة ملك عبد العزي يدرس إلى الآن ماشاء الله أما المقدم اللي هو مهج القوين في تفسير القرآن الكريم عبارة عن يعني مقدمة أساسية في علم التفسير لابد بالطالب قبل أن نلسى التفسير أن يعرف ما هو التفسير ما تعريف التفسير ما يصرق بين التفسير والتأوين ما هي أنواع التفسير ما هي أحسن طرق التفسير ما هو المنهج القوين في تفسير القرآن الكريم جميل و هذا بفضته في المقدمة جميل الدكتور عادل يعني كتبكم كانت في الغالب في البداية هي في تقديم كتب لطلاب الجامعة الدكتور عبدالله لديه بعض الأسئلة التي يودعني أرساك الله بالخير يا دكتور عادل أرساك الله أهلا وسلم الله يكريم يكون إحنا اليوم سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك ونفع الله بمجهوداتك أنا شيخنا اطلعت في المقدمة وفي سيرتك الذاتية جزيلا لخير أنه كتابك الماجستير والدكتوراه مطبوعة قديماً ولا لا يا شيخ نعم يا أخي الكريم الماجستير أرساك الماجستير قبل عن خفائص الصور والآيات المدنية ومقاطبها ما شاء الله وطبعته إلى الحمد في الكتاب وموجود وكذلك أرساك الدكتوراه عن الصراع بين الحق والباطل كما جاء في صوت العراب ما شاء الله دراسة موضوعية طيب يا شيخ الآن الكتب هذه الطبعات هذه غير موجودة ولا لا يا شيخ غير متوفرة لأن الطبعات قديمة كلها موجودة إلى الحمد يعيد طبعه من جديد يا شيخ بالنسبة للصور لازال متوفر عندي من الطبعات قديمة متوفر ما شاء الله وحق الباطل كمان موجود طبعته مكتبة مائك عبد العزيز في الرياض وإلى الحمد ما شاء الله طيب يا شيخ بارك الله فيك في الأخير بدأت تتوجه للتحقيق يعني لك كتابين حققتهما هل هذا انتقال في الاشتغال بالتحقيق عن التأليف ولا يعني اللهم أنه يعني لها ميزة اخترت هذه لأن أحدهم غالي شنقتي أنت ظهر قابلته وكان له منزل عندك والثاني يعتبر يعني جدوا دوجتك يعني لأجل قرابة معينة أو مناسبة معينة والله يا سيدي كلا الموضوعان محببانه النفس نعم الأول كتاب مرتع الأبرار بسرح قررة الأبصار وفي كتاب النبي المهاشم وكتاب اللهم سلم ووجدت هذا الكتاب يعني فجدت هذا المرتع الأبرار اللي هو ألف الشخ غالي الشنقيقي كان عبارة عن كان ستات أشطة نعم كنت أستبعي لها في طريقي إلى المدينة النورة مع الأهل والأولاد فكانوا أبنائي واستبعي لها وكأنهم على أوصم الطير ما شاء الله من وقعي الكلام الجميل والإنقاء الجميل للشيخ غالي شنقيقي صحيح فقلت في نفسي حدثت نفسي أن أقوم بكتابة هذه الأشطة وتحقيقها وتخرج في كتاب حتى سيبتوا منها الناس فكرة فسأزنت من ورثة من ورثة الشيخ غالي شنقيقي وقمت بالوعد على الحمد بتحقيق هذا الكتاب الذي سماهي الشيخ مرتع الأبرار في سية النبي الهاشمين مختار يعني هو سماهي بهذا الاسم أم أنت يا شيخ لا هو défunding مرتع الأبرار في سية النبي الهاشمين مختار أنا أقوم بتحقيق الكتاب ذلك وإخراجه للناس ما شاء الله الله ينفع بك يا شيخ الله ينفع بك الزحية الأخير طيب يا شيخ نحن العادة نسأل دائما ضيوفنا أخذ سؤال ما المبشرات يعني ما الأعمال العلمية القادمة إن شاء الله عشان الجمهور إن شاء الله يتفائل بخروج شيء من الأعمال العلمية والله أخي الكريم يعني لا شك أنه الذي يشتغل بالتأليف وتدريس الطلاف الجامعة عندي كتاب عن ملاهج عن الإسرائيلية وأسرها في التفتير وإن شاء الله يتبع قريب الإسرائيليات وأسرها في التفتير وكذلك أعمل إن شاء الله عن نوضوع العلم الناسق والنسوق في القرآن الكريم يعني هي كل مواضيع تعلق بعلوم القرآن نعم والتخصف وهذه في أمسل حاجة ينطبع بالعلم فنسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالص لوجه الكريم وأن يكون وأن عملي هذا فيما أخبر عبدالله صلى الله إذا ما تبتأزم انقطع عمله إلا من ثلاث منها علم ينتفع به أسأل الله أن نجعل في هذه الكتب التي ألستها منفعة من الطلاب العلم ونجعلها إن شاء الله ذخرة لي و ألقاه أمين أستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا أستاذ الدراسات العليا بجامعة ملك عبدالعزيز شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة أستاذ الله خير أتفضل شكرا الله يباري فيه هذا سلمك الله معنا كتاب صاحبه ألف جمع فيه حوالي سبعة كتب في الداخل وسماه الوجيز في الفقه والفتوى بين ضوابط الشرع وحاجات العصر هو ألف عدد من الكتب يمكن حوالي سبعة كلها دمج بينها ونسق بينها في هذا الكتاب الضخم وسماه الوجيز في الفقه والفتوى هو مارس الفتوى سنين ووجد من الفتاوى التي تأتيها أو من الأسئلة ومن فتاوى المعاصرين له والأقران ونحو ذلك أشيات احتاج محا يؤلف مثل هذا الكتاب طبعا الكتب السبعة يضمها جعلها ما يكون كتاب بعنوانه لا ضمها كأنها أبواب فتكلم مثلا عن البداية عن الفقه ومساراته التاريخية ثم عن المذاهب وإمة المذاهب ومصطلحات المذاهب طبعا طريقة دائما دارجة ثم تكلم عن الفتوى وهميتها وقواعد الافتاوى ثم تكلم عن الفتوى الشهد ذلك عقد لها باب كامل والأسباب لظهور الفتوى الشهد ذكر عشرة أسباب ويذكر أمثلة لذلك بعضها ويتدرج في ذلك كله إلى أن وصل إلى نماذ من الفتاوى الطبية الفتاوى الاقتصادية وشيء من النوازل ونحو ذلك الكتاب سمى الوجيز في الفقه والفتوى بين ضوابط الشرع وحاجات العصر نشأة المدارس الذقية وأدوار الفقه وأداب الفتوى وتصنيف الفتوى وهم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد علي المسعود وفقه الله والكتب السبعة التي هذا ذكر في المقدمة هنا في المقدمة ذكر أنه دمج سبعة كتب تقريبا مدخل إلى الشريعة الكتاب الأول الثاني مدخل إلى علم الفتوى الثالث مدخل إلى اقتصاد الإسلامي الرابع الفتاوى الطبية الحديث والمعاصرة الخامس فقه فتوى الضرورات والأقليات السالس الحكام السلطانية والسابع الكتاب الجامع يجمع فيما تفرق من المسائل والكتاب بهذه الطريقة تجعله على أبواب وجمع فيه كل هذا المجلد الضخم وفقه الله هذا سلمك الله كتاب أراد به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله المسعود أن يجمع فيه شيء من سيرة نبيح سلم وأراد به أن يركز بالذات في الشهادات للنبي صلى الله عليه وسلم سأقول هذا الرحمة المهداة أو سمة وشهادات شهادة الله له شهادة الرسل له شهادة الكتب السابقة له شهادة أصحابه شهادة أعدائه هذا المقصد بالشهادات طبعا هو رتبها في الترتيب جميل جدا وهو أطول أبواب الكتاب قد بمقدمة فيها سيرة النبيح سلم كما هو ثم شمائله صلى الله عليه وسلم وخصائصه ثم إلى واقع المعاصر وتعامل الناس مع سيرته بصورة هي أقرب ما تكون إلى الطريقة الإرشادية التربوية يعني هذا القصد منها التربوية السلوكية الكتاب سمه صاحبه الرحمة المهداة أو سمة وشهادات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله المسعود هو عبد الله محمد علي المسعود وفقه الله وهذا الكتاب ضخم جدا كما ترى يعني هو فيما يقرب من 700 أو شوية من الصفحات طبعا نحن سيرنا يقول في كتاب الوجيه الفتوى في الأخير ترجم لمجموعة من المفتين كلهم شاميون قراب السبعة كان أولهم والده محمد علي المسعود رحمة الله عليهم جميعا هذا الكتاب سلمك الله تربوي أراد به صاحبه واستنهاض الهمم والدلالة على ما تقوم به على ما يكون به نهوض الأمة سماه رفع الهمة لنهوض الأمة مقومات نهوض الأمة طبعا هو قال وقعنا المعاصر شيء هنا كان شيء ثاني تماما ومع ذلك ما أضعفنا إلا أن عوامل القيام بالأمة مرة أخرى موجودة فينا ما زالت وما فقدناه إلا الحمد فأراد أن يجمحها ويتكلم عنها عنصر عصر جعل كل واحد منه وذكر عشرة تقريبا جعل كل واحد منها في فصل مثلا الإخلاص العدل كذا ذكر كل واحد فصل وتحته مباحث ومطالب يتكلم فيها وهو من جمال هذا الكتاب أنه ينزل على الحاجات المعاصرة العصر مقائع وصور معاصرة وهو يستلهم كلامه من التاريخ بدءا بسيرة صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الرهين ثم من بعدهم من العلماء والربانين ونعم من القصة التاريخية ويرد في أثناء ذلك على الشبهات المثارحة حول الأمة وهما هي فيها الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله أبي محمد علي المسعود وفقه والله وانت كما ترى مثلا مطب الثالثة مرات العفة كذا هذا جسر جسردا والكتاب كله بالطريقة ترى التربوية الإرشادية ما فيها بشيء من تعقيلات المسائل والإحالات نحو ذلك الكتاب مطبوح في مجلد هذا سلمك الله أراد به أن يجمع فيه شيء من الأحكام والمواعد المتعلقة بالرمضان ليحسن تدارسها بين الإخوة في المجالس فسمى الجامعة الرمضانية يعني إذا اجتمع يجتمع على مثل هذه الدروس في شرح الصيام أول موسوعة شاملة ترافق المسلم طيلة شهر رمضان المبارك وتصاحبه بعده في قطف ثمراته المباركة هذا طبعا شيء من الجملة التفسيرية للعنوان المراد بها قسمها إلى عرض المجالس قبل رمضان كيف يكون الحال ثم كيف يستقبل رمضان ثم بدايات رمضان أحكام الصيام يتكلم فيها يبتعد على الخلاف يذكر فيها الأدلة ويذكر الأحكام نوعاً وشيء من الخلاف البسيط يعني المعروف ثم يكثل من ذكره فضائل والأدلة والدلائل ونحو ذلك وهو يقسمه إلى مجالس وأبواب ونحو ذا حتى تقرأ في المجالس مرسل في المسائل في المجالس يعني لأنه فيها طول هذه وسمها الجامعة الرمضانية في شرح الصيام وختمها بالكلام المعروف عنها بعد رمضان وزكاة الفطر ونحو ذلك الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد علي المسعود هذا سلمك الله أراد أن يقيد مثل ابن الجوذي سيد الخاطر الخواطر تمر عليه والفوائل تمر عليه أو ما تقتل له على البال وأراد أن يقيده في مثل هذا الكتاب وسمى قلائد الدرر في الحكم والأثر أنيس المؤمنين يعني أراد بها أن يكون هذا منوع يعني بدأ مثلا الحكم المستنبطة من هدايات القرآن الحكم من حدث سلم وهكذا يعني أراد تدرج بها كأبواب وينطلق بها الكتاب من التالي فأخونا حبيب فضيلة الشيخ عبد الله المسعود وفقه الله وهو فيه يسلك طريقة المربي المرشد للسالكين أو المتربين وأصحاب يكثر جدا من النقول الشرعية أو الحديث النبوية في هذا والقصص التاريخي لأن القصص التاريخي مؤثر في مثل هذا الباب وفقه الله ويعلق أحيانا على بعض المواطع التعليقات خفيفة الكتاب مطبوع في مجلد هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يفسر ججع عما بطريقة جديدة عصرية هو يقول عصرية سمه ججع عما يحيي واقع الأمة باستثمار الطاقات البشرية كذا سمه العنوان طبعا أصلا كلمة الطاقات البشرية هي تحتاج إلى تفسير أصلا سمه دراسة لأربع وعشرين ركنة استثماريا كذا قال تفسير لغوي دعوي طبعا هو أراد أن يفسره التفسير العصري بحيث أن يتلاءم مع حاجات العصر ويلبئ الرغبات السلوكية يعني عند والإيمانية الكتاب الكتاب طبعا كله خالي طبعا مسألة المسائل المعروفة عند علماء التفسير يعني هي دوات التفسير هو يمضي إلى الطريقة التربوية الطريقة السلوكية لكنه يعني نحى كثيرا إلى جانب التفسير الإشاري المعروف يعني السلوفي ينتقي منها أشياء كثيرة جدا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضلة شيخ الدكتور إبراهيم محمد العنزاوي وفقه الله وطريقته أنه يورد الآية كما ترى ثم يذكر لاحظ ما في حالات ليش؟ لأنه أراد أن يكون توجيهات 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 إرشادات هي بهذه الطريقة ربطك بالآيات بالحاجات المعاصرة الموجودة وهكذا يستفي منها بذات الدروس الإيمانية المعنوية والكتاب كله بهذه الطريقة الله ما إذا احتاج تخريج حديث أو شيء ذكره في الهامش مع ذكر القصص المعاصرة حين نقارن بأشياء من إنشاء المعاصرة الكتاب مطبوع في جزء كبير هذا سلمك الله كتاب عباء خرج عن تجربة بحثية طويلة أو معنا صح ممارسة لعلاج مشكلات الزوجية ولكونه تصدر للفتوى في منطقته وبلده ودخل في لجان الحل المشكلات الزوجية هذا ألف بعد فترة طويلة خرج بنتاج كبير جدا سمه الزواج السعيد في ظل المودة والرحمة هدية وهداية إلى الزوجين قبل الزواج وبعده أراد بي يذكر قبل الزواج كيف يكون الأمر ويكثر جدا من قصصتها ويقول سأبنيها على تجربة أصلا ويطعم ذلك بما فيه من النصوات الشرعية لكن الأصل ترى التجربة اللي يقام عليها ويذكر بها مثلا قبل الزواج كيف يستمر الزواج السعيد كيف يستمر طيب إذا اتهى كيف يعود ممكن يعادته أو نحو ذلك هو يقول نحن كلامنا على من أراد فعلا استقرار أسرته أما من لا يريد لا الزوج ولا زوج هذا الله يهديهم الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد زكريا المسعود وفقه الله من اصدارات دار العبيكان بالرياض هذا سلمك الله آخر كتاب عندنا يا حسان هذا عبارة هذا رجل زار روسيا قال هو يستمع مع الناس فوجدهم لما يتكلمون وإذا بصورة الإسلام عندهم هو الناس المسلمين أولي كانت خلفياتهم إسلامية قاتمة جدا بسبب ما مرسته الشيوعية الاشتراكية المعروفة قال فبلا يتكلمهم كلمات عن الإسلام ونحوه وجل لهم بعض الأمور حتى صارت واضحة وصار البشر على وجوههم صار عندهم شيء من القناعة بديني والتمسك به بعد ما كان يعني نفر عنه تماما خلال السنوات الماضية فكتب هذا التأليف الذي سماه لنتأمل معا دراسة موضوعية في التأمل هو أصلا صياغة إعارة صياغة عقدية كيف نثبت وجود الله كيف نثبت اليوم الآخر كيف نثبت النبوة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كله بطريقة يا حسن جدا جميلة ومتميزة وهو أحيانا هو يقول أنه يطعم شوف الكلمات الإنجليزية هو يقول أصلا ألفه لغير المسلمين شوف مثلا الإمام المغيبات منها اليوم الآخر يطعم بالكلمات الإنجليزية والروسية ونحو ذلك الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضلة شيخ محمود عرفات وفقه الله بساك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع والشكر موصل لكم مع عزان المشاهدين نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوقو إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقارض الله في كل حال نتوقو إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال ترجمة نانسي قنقر